أنا فرانسيس أنا فرانسيس أنا فرانسيس أنا فرانسيس هيا شاهدوني هذا ضوء والحشرة لا ساعدني سجادتي طبعتي قرتي المفضلة هيا اتبعوني ارقصوا معي هي فرانسيس هي ترقص أقفز على كرسي أبي وأتسلى هي فرانسيس تتسلى حركات مضحقة رقصات غريبة أنا فرانسيس هي فرانسيس سعالوا معي إجمدي فرانسيس إنها وقت التمرين على البيانو لا أستطيع إنها متجمدة فرانسيس في الحال حسنا عليكم التمرن بجد حتى تبرعوا في العزف على البيانو ألا تتمنون لو أنكم لستم مضطرين؟ نعم صحيح يجب أن أذهب يمكنكم مشاهدة هذا بينما أتدرب مرحبا من أنتم؟ ما اسمكم؟ هيا جلوريا إلى اللقاء كعكات صغيرة لقد انتهيت من التمرن متأكدة من أنك لا تريدين التمرين لفترة أطول عزفت سبع نوطات فقط لكنها كانت سبع نوطات مهمة جدا أسلا أظن أنها تعرف ماذا تفعل عقرب الساعة الكبير يشير إلى ثانية عشرة والصغير يشير إلى التاسعة الساعة التاسعة هذا يعني أنه بقيت ساعتان ليصل الجميع من أجل حف النبيانو من الأفضل أن نسرع ونسجن الكعكات كعكات ما زالت الكعكات الصغيرة في الفرن لكن سنتمكن من تزيينها حالما تبرد حسنا كعكات سأبردها وأكتب أسماء الجميع عليها وأنا سأفعل كل شيء آخر تبدو هذه خطة جيدة طبعا لدي كعكتان صغيرة لا فرانسيس ما رأيك في ثلاث؟ أحمس عزيزتي ستحصلين على واحدة هناك كعكة صغيرة لكل تلميذ كاكة واحدة أهلاً ألبيرت أتيت باكراً من أجل الحفلة أعرف أتيت باكراً لأني أعزف مقطوعة صعبة جداً وأنا في الواقع لست متوتراً أو شيئاً من هذا لكني لست مستعداً تماماً في الواقع أنا تعرفين؟ فهمت أتظن أنك تريد تمرنا مرة أخرى؟ نعم رجاء مرحباً فرانسيس مرحباً ألبيرت أمي لماذا لا أستطيع عزف مقطوعة صعبة مثل ألبيرت؟ يمكنك ذلك ولكن في الحفل المقبل فأنتي تحتاجين إلى تدربة صحيح فأنا كنت أتدرب كثيراً عندما عزفت للمرة الأولى لم أستطع العزف أبداً ماذا تصنعون؟ نعد الكعكات الصغيرة هيا لنا هناك كعكة لكل طالب أستطيع الحصول على كعكتي؟ الكعكات ستقدم بعد الحفل لما لا تدخل الغرفة وتبدأ التمرين وسألحق بك؟ حسناً سيدتي موسيقى للخبز هذا يوم رائع نبدأ ببعض المكونات نصنع من أشياء بسيطة أشهى وأطياب الكعكات أطيب البيضة وبعض الطحين أخلط وتذوق القليل تحصل عليها في النهاية في الانتظار ما من تسلية أمي 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 أظن أنها نضاجة آه تقريباً لكن ليس تماماً آه أكره الانتظار الانتظار يجعل أنفي يحقني وأنا أيضاً عزفك رائع يا ألبرت آه شكراً أمي نعم فرانسيس تظنين أن ألبرت عازف بيانو أفضل مني صحيح؟ بالطبع لا عزيزاتي إذا تدربت بقدر ألبرت فستتمكنين من عصف نفس المقطوعات هل أنت متأكدة؟ كل التأكيد ها أمي 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 لقد نضجت الكعكاتو هذه المرة نضجت أنظري إنها حقاً حقاً جاهزة رائع حسناً دعينا نرى أمبري إليها حسناً ارجع إلى الخلف حسناً والآن أصبحت جاهزة حسناً أنهينا فرانسيس لا بأس كتبنا كل الأسماء والآن بينما تنتهين من التزيين سأذهب وأساعد ألبرت في مقطوعته إذا كان ألبرت بارعاً في عز فليبيانو فلما يحتاج إلى مساعدتك؟ هذه تحتاج إلى المزيد من الرشات الملونة رشات ملونة للكعكة الصغيرة والقليل لفرانسيس وأنا هذه الكعكة تحتاج إلى المزيد من قطع الشوكولاتة الصغيرة واحدة للكعكة واثنتان لفرانسيس والقليل لغلوريا لاحقاً حسناً هناك الكثير على هذه الكعكة لا أعرف حتى لمن هي ألبرت مكتوب عليها ألبرت لكن أنا متأكدة من أن ألبرت لن يكون جائعاً بعد كل هذا التدريب ألبرت يعزف كثيراً يعزف على الفيانو كثيراً مع أمي ألبرت يعزف كثيراً حين يكون متوتراً وهدئاً هو يتمرن كل يوم فطعته أمي أصعب الألحان يعزف لأيام وتجلس أمي قربه على الدوام ألبرت يعزف كثيراً يعزف على البيانو كثيراً مع أمي أنا متأكدة من أن ألبرت سيكون متعباً ليتناول هذه الكعكة بعد كل ذلك العزف على البيانو أمي مم مم كاكات أوه هذه تبدو رائعة صنعتها بنفسك فرانسيس نعم بنفسي مع أمي وذيّناها أيضاً يجب أن تكون فخورة فرانسيس إذن كم عددها؟ لدينا دزينة من التلاميذ يقابلها دزينة من الكعكات نعم هل عددتها من أجل فرانسيس؟ حسنا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة أحد عشر أحد عشر؟ الدزينة تعني اثني عشر أين الثانية عشرة؟ الكل يعرف أن بعض الدزينات تتضمن أحد عشر آه لا أظن ذلك الدزينة دائماً اثنى عشر أوه ربما نسينا واحدة في المطبخ هل يمكنك التأكد؟ بالتأكيد لا لا شيء في المطبخ حسنا لنرى لدينا واحدة لسان واحدة لسوفي واحدة لويل داشل آيك جوليا جينجر آيدن ميليا غلوريا وفرانسيس من هو الناقص؟ مهلا أين هي كعكة آلبرد؟ آه كعكة آلبرد ربما أتت بعض النملات لابد أن النملة أتى وأخذ الكعكة لكن لا أظن أن هذا ممكن فرانسيس آه حسناً أوه حسناً أتذكر الآن ما حصل عندما كنت تتمرنين مع آلبرد أتى وحش الكعكات من نافذة المطبخ و-و-و-و-تهمها إذن وحش الكعكات الصغيرة ذاك أخذ كعكة ألبرت أمتأكدة فرانسيس؟ متأكدة متأكدة حقا؟ آه حسنا علينا أن نرى ما حدث بالفعل بعد انتهاء الحافل وأمل أن ينكان من أخذ كعكة ألبرت أن يخبرنا بذلك لأن الأم والأب لا يثقان بشخص لا يقول الحقيقة أوه أظن أنني أعاني من ألم في الماعدة يؤسفني ذلك عزيزتي هل ستتمكنين من العازف؟ نعم أظن ذلك أوه حسنا هيا بنا والآن يشرفني أن أقدم لكم فرانسيس أوه هيا بجا هيا بجا هيا بجا هيا بجا هيا بجا هيا بجا والآن ألبرت قمت لعمل رائح فرانسيس كانت مقطوعة صعبة جدا ما كنت سأستطيع عصفها وأنا أعاني من ألم في الماعدة شكرا ألبرت ها بجا إلى أين أنت ذاهبة فرانسيس؟ سأتأكد إن كان وحش الكعكات أعاد كعكة ألبرت أتظنين حقا أن وحش الكعكات الصغيرة أكل كعكة ألبرت؟ أوه أحتاج إلى قضاء بعض الوقت بمفردي أوه أوه ما عدت تقلمني؟ لم يشدر بي أكل كعكة ألبرت لم يشدر بي الكاذب على أمي وأبي الكاذب يمنح شعورا سيئا جدا كان يشدر بي إخبار أمي أنني أكلت كعكة ألبرت لكن لم أستطع منع نفسي كانت شهية جدا ماذا علي أن أفعل؟ يمكنني خبز كعكة أخرى لألبرت لكن ذلك سيستغرق وقتا أو يمكنني إعطاء كعكة جلوريا لكنها لن تفرح أبدا بذلك أنا فرانسيس لدي فكرة جيدة سأعطي ألبرت الكعكة الصغيرة الخاصة بي التي كتب عليها فرانسيس كان ذلك مذهلا ألبرت في الواقع كان الجميع رائعين اليوم انتهى الحفظ هنا وقت تناول الكعكات الصغيرة هذا صحيح حسنا هنا كعكتي وأنا أريد كعكة أريد كعكتي تتتتتتتتا هي ألبرت ألبرت تعال إلى هنا ما المشكلة فرانسيس؟ هذه الكعكة لك كعكة صغيرة أمل أنك لا تمانع أن يكتب عليها فرانسيس آه لا مانع لدي أحب اسم فرانسيس ففي النهاية اسم فرانسيس هو اسم صديقتي المفضلة آه أعطيتي ألبرت كعكتكي لقد فعلتي شيئا لطيفا الشيء الصحيح آه أمي لدي ما أخبرك به ما الأمر فرانسيس؟ لقد كذبت يا أمي أخبرتك أن وحش الكعكات أتى وأكل كعكة ألبرت لكن أنا فرانسيس أكلتها أظن أن وحش الكعكات هو أنا آه شكرا على إخبارك الحقيقة فرانسيس آه على الرحب والسع أتعرفين؟ أشعر بحال أفضل الآن إخبار الحقيقة جعل ألم معدتي يزول جيد هل أنت مستعدة للعصف معي؟ بالتأكيد رائع رائع هذه أنا أظن أنه حان وقت توديعكم حسناً جلوريا ألقي ضحية الوداء بسرعة حسناً إلى اللقاء إلى اللقاء إلى اللقاء إلى اللقاء والآن ببط حسناً إلى اللقاء إلى اللقاء وجدتها بحية الوداع مع القرس إلى اللقاء إلى اللقاء تلك كانت بحية وداع مع سقوط أعود قريبا إلى اللقاء إلى اللقاء اشتركوا في القناة